السلام عليكم ده موجة سريع لأبرز اللي كان موجود في الجلسة الأولى اللي عملها الأستاذ حسام عن اكتب صح وفي البداية طبعا يعني بتالينا نسأل سؤال ايه أشهر الأخطاء اللي ممكن تقابلك طبعا كان تده كل حد يقول ايه أشهر الأخطاء اللي بتقابله سؤالك كان التفرقة بين الهاء والمربوطة بين الياء الشمية وبين الياء المقصورة أو غيرها من الأخطاء اللي احنا بتلاقي ناس كتير بتقع فيها وطبعا كان في طرح الأبرز النماذج اللي كانت موجودة زي نموذج الفنانة كارول سماح لما كانت كانت بتتكلم وتعمل تويتها بتعزي فيها مريم فارس وبتردت ان هي طبعا يعني تكتب كلمة غير الكلمة فابتدى ان الموضوع يتغير بشكل كبير جدا فكده بتترقد بدل من ترقد وطبعا عندها مفرقة كبيرة النقطة الثانية احنا ليه محتاجين اصل ان احنا نكتب صح لان فيه تكلفة ربما تحدث عن الكتابة الخاطئة على سبيل المثال بعض منصات التواصل الاجتماعي ربما هي بتكون محرك ضد الأخطاء الموجودة في بعض الروايات للمشاهير وبالتالي كان فيه مثال لخساني المادية فارحة لبعض دور النشر او واحدا من دور النشر ليه نشرت رواية بوي تلت الناس تنشر ما فيها من اخطاء لغوية واضحة وبالتالي تم سحب الرواية واعدام النساء وطبعا تكلفها كبيرة جدا او لوحات الاعلانية الكبيرة او ما يعرف بيه او الدورز المكتوبة وبيكون فيه اخطاء برضو مشهورة جدا وبتالي الناس تتكلم على منصات التواصل او سوشال ميني عن الاخطاء الموجودة وبالتالي برضو بيكون النتيجة هي رفع اللوحة بما تكلفت من طباعة وغيرها وبرده بيمثل اخطاء كبيرة بتكون مكلفة فيه كتير من الاحيان نقطة تانية تكلمنا كمان عن انواع الاخطاء بشكل عام بين الاخطاء الاملائية والاخطاء النحوية والاخطاء الاسلوبية الاخطاء الاملائية يبدو اننا نتكلم فيها عن ان بعض الحروب بيكون فيها في احرف الكلمة زيادة او نقص زي نكتب هذا ها الف ذا الالف او لكن لام الف كاف نون او هادت بدلا من هذه في بعض الناس بتعمل كده او خطأ التصحيف ان حرف يسبق حرف العن احيانا انك بتسبع عقلك زي بدلا ما بتقول مثلا الله يرحمه فبعض الناس بتكتب مثلا الله يحرمه او غيرها من الاشياء اللي انت ممكن تشوفها الاخطاء النحوية نسبة الى النحو بتسكين الحاء وقلنا ان نحو هو الاعراب والابانة علشان نوصل المعنى لما نقول مثلا اكل محمد ارزن فبالتالي يكون في معنى ان اكل فعل ماض ومحمد فاعل وارزن مفعول به وهكذا لان القواعد تمكننا من الاسخدام السليم للغة ويكون في بعض الاحيان كمان عندك خطأ في توظيف الكلمة بعض الناس يكتب مثلا كلمة اثناء بدلا من كلمة خلال احيانا التشكيل يكون مغيرا للمعنى المعنى او يغير المعنى على سبيل المثال الاية التي يقول الله تبارك وتعالى فيها انما يخشى الله من عباده العلماء فهنا تقديم وتأخير فالشاهد ان الذي يخشى هم العلماء ويخشون من يخشون الله ولو تغيرت لفظ الجلالة لو تغير الفعل او عفوا لو تغير ضبطها لكان المعنى مغيرا وهذا ايضا ليس بالمقصود الخطأ الاسلوبي وهو ثالث الاخطاء حينما نتكلم عن بعض الاحيان يكون الكلام صحيح من حيث نحو من حيث الاملاء ولكن الاسلوب هناك قد تقرأ لبعض الناس فلا تفهم ماذا يريد ان يقول اصلا واحيانا نقول مثلا يتواجد الطلاب في المحاضرة فكلمة يتواجد من شدة الحب وهذا ليس بالموضوع الصحيح لا ولكن نقول مثلا حضر الطلاب المحاضرة او شرك الطلاب في المحاضرة او غير ذلك احيانا نقول بعض الغير ضروري وهذا ايضا خطأ شايع ففي سورة الفاتحة غير المغضوب غير المغضوب عليهم وبالتالي فانا التدخل على ما بعد غير وليس العكس احيانا نقول بدون شك وهذه كلمة ايضا عامية لا اصل لها في الفصحة ولكن يمكننا القول بلا شك او من غير شك او ما شابه احيانا بعض الناس ليست لديهم قدر على التفرقة من الحروف المتشابهة مثل ذنب وزنب هذه لها معنى وهذه لها معنى اخر على معرفة القاعدة الكتابية ايضا يكون سبب من اسباب الخطأ الاملائي كما نقول معلم واحيانا يضيف بعضهم الالف فيظن انه بذلك فعل الصواب ولكن الالف التي تأتي بعد واو الجماعة تدخل على الفعل اذا ما اتصل بما يدل على جمع المذكر عدم تمييز بين الظواهر الصوتية احيانا نقول الاضرار الاضرار من الضرر واحيانا نقول الاضرار اي ما يجعل اللبن يدر على سبيل المثال او الخير يدر على الناس او ما شابه من الاساليب حيانا ايضا يكون هناك فاصل كبير بين المبتدأ وبين الخبر وهذا من الاشياء التي توقع في الخطأ فضرب المثال في هذه النقطة نقول افتتح السيد فلان فلان رئيس شركة كذا اليوم الثلاثاء برفقة السيد فلان فلان نائب رئيس مجلس الادارة وسيد فلان فلان كذا 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 الى اخره دون ان نتكلم ماذا افتتح فبعد المسافة والفصل الكثير بين المبتدأ او بين اجزاء الجملة قد توقع ايضا في الخطأ هناك ايضا بعض المعرفة التي لابد منها وعدم المعرفة بها قد توقع في الخطأ مثل حروف الجر فنقول رغبت في الشيء اي اتاقت اليه نفسي او اردته ورغبت عنه اي زهدت فيه فهذه تفريقة نشأت عن حروف الجر نقول تخرج من كلية كذا او تخرج في الجامعة الفلانية فهذه ايضا قد يكون سبب من اسباب هذا الخطأ وقلة الحصيلة اللغوية عند المتحدث وقد يكون ايضا الترجمة عن لغات اخرى او من لغات اخرى فهذه ايضا قد توقع في الخطأ لان هناك تركيز مع اكثر من متغير في عملية الترجمة وهناك ايضا اسباب قد تكون اسباب غير محددة متعلقة بالاستعداد الذهن او التسرع او عدم المراجعة فمن المهم ان تراجع ما كتبت حتى لو على منصات التواصل الاجتماعي انجل ملاياسه وقد يرد الخطأ ولكن عليك ان تراجع مرة واثنتين ان استطعت ان تفعل ذلك البعض ايضا قد لا يدرك اهمية الكتابة السليمة وتحدثنا عن اهمية الكتابة السليمة في ان يكون كلامك مفهوما وان يكون ايضا المستمع اليك قادرا على ان يفهم ما تريد وان يكون هناك قدر من التبادل في الكلام الذي تقوله انواع الكتابة ايضا تحدثنا عنها وقلنا كتابة المصحف وهي كتابة توقفية وتسمى بالكتابة العثمانية نسبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه وهناك الكتابة العروضية نسبة الى موسيقى الشعر وتسمى بموسيقى الشعر والكتابة القياسية وتسمى الاملاء الحريث لانها استحدثت في العصور المتأخرة كتابة القرآن بطريقة العثمانية هي موقوفة على القرآن وهي نفس كتابة قريش لانه نزل فيهم وايضا يمكن ان نقول ان بعض العلماء قد عاد نحو خمسين اختلافا بين الكتابة الاملاء الحديث وبين الكتابة التوقفية وكتابة المصحف ولذلك ان كتابة المصحف متوقفة عليه ولا يقاس عليه ينبغي تعليم الصبيان الفرق بين كتابة المصحف وبين الاملاء لان بعضهم يكتبوا الاية فيكتبوا الكلمة بشكل معين ولكن حينما نتلل الاملاء فيظنوا ان هذه الطريقة الصحيحة التي يكتبوا بها فعلى المعلم ان يعلم الصبيان التفرق بين هذه الفروق الكتابة العروضية وهناك بحور لشعر العربي مثل الوافر والرمل والبسيط وغيره من الابحر وبعضه يضع تحت كل متحرك شرطة مائلة او ساكن تحته وسكون عفوا على حسب ما يكتب كاتب العروض واحيانا يكتبوا الكتابة على حسب ما ينطقها ويقوم بعمل بعض التعديلات حتى تكون مناسبة لموسيقى البيت او الشعر ولذلك لا يقاس ايضا على الكتابة العروضية ولكن علينا ان نلتزم الاملاء الحديث بقواعده تطرق الامر ايضا الى فتناول بعض اشهر الاخطاء التي يقع فيها الكتاب ربما ايضا التفتق بين الهاء والتعي المربوطة فكان الحديث عن اضافة ياء النسب الى الكلمة فلو قلنا جنيه ام جنيه بالتعي المربوطة فنقول جنيهي ام جنيتي جنيهي او التنوين جنيهن فيقبل التنوين او جنيهان فايضا يقبل ان يخرج صوت الهاء فهو هاء وقد تكون ايضا قياسا على مدينة فنقول مدينتي او مدينة او مدينتان وبالتالي ظهر صوت التاء فهذه الكلمة بالتاء ليست بالهاء وبعض الناس يكون ايضا عنده بعض المشكلات في المسافة الفاصلة بين العطف وبين الكلمات التاليها فهذه ليست من العربية في شيء وايضا بعض علامات الترقيم البعض يضع قبلها مسافة وهذه ايضا ليست من العربية السليمة كانت هذه اطلالة سريعة عما صار في الجلسة الاولى من اكتب صح شكرا لصديق العزيز والاستاذ حساب مصطفى وان شاء الله يعني ارجو ان نكون قد وفقنا في نقلي بعضا مما بدل فيه الكثيرا من الجهدي والسعي شكرا لكم شكرا لكم مثلا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم hyster مقبرة يوجد شكرا